انتفاق لي سنتهي في هذا الصيف ونحن كل الاجتماع التقنية وهذا كالدار بصفة دائمة وعملي وصل ذاك الوقت ويتفتح الميلف ديال النقاش معهم عاد غادي نعرفه كان واحد الميلف حيوي وعنده قيمته استراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي والسيادة المغربية فيما يخص التروات الطبيعية الميلف هو الصيد البحري ميلف عميق وكبير وسنأكد بلاسا أن هذا الميلف هذا بالاتحاد الأوروبي والمغرب ماشي فقط معركة تجارية وإنما معركة سيادة قومية على التروات ديال البلاد إذن شنوية الأسرار ديال هذا الموضوع هذا والخلفية دياله خصوصا وأنكين بعض الأوروبيين بغيين أنهم يستغلوا هذه التروات هذه بداعي أن الأقاليم الجنوبية اللي فيها أكبر الشواطئ المغربية ما زال ما تتحسمها وبالرغم من أن المغرب كيمار السيادة دياله على الأقاليم الجنوبية دياله ما ممشادش هذا إذن بلا ما يتزايدوا علينا في هذا الأمر هذا ويبغيوا يبتزوا المغرب قبل ما نحل هذا الموضوع لمازال ما تشاركش في القناة مرحبا به ويشرفنا أننا تتبعونا في بوليتيكو تتبعونا في بوليتيكو موسيقى 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 تصل المغرب لنتيجة كتقول أنه ما يمكنش معادة مشكل تروات الوطنية وبشكل خاص تروات السماكية بشكل هادف بدون تقييم شامل الشركة الحالية اللي تغلتها الأطراف الأخرى وسيلة ابتزاز خاصة في الملف ديال السحراء المغربية يعني الأقاليم الجنوبية اللي فيها الشواطئ وفي هذا الصدد هذا أعلن محمد صديقي اللي ووزير فلاحة السيد البحري أن جديد اتفاق السيد البحري مع الاتحاد الأوروبي واللي انتهى في 17 يوليوز الفارد كي يبقى مرتابط بشكل أساسي بموقف كي يخص الاتحاد الأوروبي من المغرب منفتح على بزاف ديال الشتركات وكتحترم السيدة الكاملة البعض وكتطلع أنها تحقق التفاهم المتبادل يعني هذا هو اللي يبغي المغرب يعني أن الوزير بغي يقول أن الثروات السمكية ديال المغرب مرقاش كتخضاع الابتزاز الأوروبيين خصوصا فيما يتعلق بالسواحيل ديال الصحراء المغربية القادمة الجنوبية وفي هذا الصدد هذا كي طالب برلمانيين بتقييم شامل الاتفاقية الخاصة بسيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بهدف بناء شركة جديدة قائمة على القاعدة ديال رابح رابح يعني كل شيء رابح مع السحذار مصالح المهنيين المغربة والإنعكاسات ديالات الاتفاقية على هيل قطاع ديال الصيد البحري بالملكة داك البرلمانيين أيضا تكلموا على الدرورة ديال التفكير في بناء شركات مع شركاء جدد بلما نبقى مقتصرين فقط على الشركاء الأوروبيين التقليديين وأن الملف ديال الاتفاقية الخاصة بالفلاحة الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ولا مجال المناورات ديال الخصوم ديال الوحدة الترابية داخل الاتحاد الأوروبي لأنه مالكين وشو المغرب العنصر الأكثر أهمية في هذا التوجه هذا هو الموقف ديال المغرب اللي عبرت عليه الخارجية في ثلاثة ديال المعايير أساسية أي أن المسألة في موقف المحكمة ديال العدل الأوروبية من الاتفاق وشغل يحقق هذا الاتفاق جديد ديال المغرب أو لا المغرب كي يقول أنه ما غي يجددش اتفاق الصيد البحري إلا بناء على موقف يقيني من الاتحاد بخصوص السيادة ديال المغرب على الصحراء انتاعو وهذا شرط ضروري اسبانيا والدول المعنية اللي خاصة تستفيد من الحصة لفصيل البحري كتتحرك من أجل ضمان جديد هذه الاتفاقية بما يناسبها ودكي تطلب حكم جديد من محكمة العدل الأوروبية اللي اسبق أنها الغاة الاتفاقية الأسباب السياسية وواضحة وأنها كتمشي في الاتجاه ديال الانفصاليين دعم اسبانيا لتجديد الاتفاقية مع المغرب إنه في الصريح ديالها وهي المستفيد الأول من الاتفاقية وغادي تكون أيضا هي المتدرر إلى الغاوة وكانت سأله هنا أعلاج ترددات المحكمة ديال العدل الأوروبية في نهج الطريق اللي سلكتها بريطانيا مثلا اللي انتصرت للمصالح ديال المغرب ورفضات طلب ديال استئناف تقدمت بها منظمة غير حكومية موالية البوليزاريو في ميو الماضي ضد قرار سابق القضاء الإنجليزي حاولت عن افتفاق الشركة اللي كيربط المغرب بالمملكة المتحدة البريطانية إذا كانت دول ديال الاتحاد أوروبي بغية تحميل مصالح دون مراعاة المصالح ديال البلد المعني اللي هو المغرب بدك تتروات اللي هو المغرب فهذا يعني أن كين خلل فهذا المنظومة هذه كيتوجب التصحيح دياله ولا مشكلة في تعليق ديال الانشيطة ديال الصيد هي حيث تم توضيح كل النقاط المرتبطة بالمعايير اللي فرح ديال المغرب كبلد عنده سيادة المقربة ديال ربح ربح اللي اعتمد ديال المغرب مع الشتركة انتعوا مشروطة بمواقيف وضحاف ما يتعلق بحماية ديال المصالح ديال المملكة وهذا شيء أكدو وزير الخارجية ناصر بوريت فاش قال أن أي اتفاق مستقبلي ينبغي أنه يكون في إطار احترام السيادة المغربية منطلق أي اتفاق وشدد على أن المغرب ما كيتفاوج حول سيادة نتاعه وكيشتارت المغرب أيضا أنه أي اتفاق شامل جميع السواحل الأطلسية للمملكة بدون ستناء منطنجة شما نحتل القويرة جنوبا وليهذا ما كتكفيش تصريحات الإيجابية من هذا الطرف أو داك لكن خاص جميع هياك ديال المؤسسات الأوروبية تمشي افتجاه واحد اللي واحترام توجهات سيادية ديال المغرب لا أنها تغرد خارج البرلمان الأوروبي عكس لكي يردو رئيس الاتحاد مثلا وفي إطار تنويع ديال الشركاء اللي اختاروا المغرب كستراتيجية على كافة المستويات حفاظا على سيادة دياله كين البيان كين مثلا اليابان اللي بغيت تسعى التفاقية دياله الصيد البحري مع المغرب والمواصلة ديالة تطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال خاصة مشروع تنمية تطربية الإحياء المائية بالسواحل المغربية يعني منفعة متبادلة كينما كتتقترب موسكو والأوروبات من جديد اتفاقية السيد البحري لأربع سنوات أخرى اللي كتنتهي في السنة ديال الفين وعشرين حيث أكدت الواكلة الفيدرالية الروسية للسيد البحري أن كلا الطرفين المغربة وروسيا عندهم رغبات في استمرار ديال تعاون بينتهم في المجال للسيد البحري سواء فيما يتعلق بصيد السفون الروسية في المياه المغربية أو لا التدريب المشتركة والتبدل ديال الخبرات إذن فاتفاق ديال السيد البحري ما خش توضيفه في إطار اقتصادي ضيق ولكن خصوية الدخل في ضمن المفهوم الشامل الأمن القومي الغذائي والسياري ديال المغرب في المجال الاجتماعي وقتصادي وما إلى ذلك الكلام على تعاون بالناء ورابح يعني أن اتفاق السيد البحري هو عنوان ضمن عنوين أخرى كي توجب إعلة النظر في التعاطي معها بإيجابية ومسؤولية وبعيدة على الزواجية في المواقف مع المغرب منها الملفات ديال الهجرة والملف ديال الإرهاب والملف ديال التاقة والأمن الغذائي أيضا وكان نشوف أن الاختبارات مصيرية كتتوضع مؤسسة ودول الاتحاد الأوروبي أمام الأمر الواقع كينا أطراف ما زال تحل زمن كالهدف الأساسي حينها الاستفادة الاقتصادية والتجارية على حساب علاقة متوازنة مع المملكة المغربية لكن النهج الذي تدبر به المملكة علاقتها مع الشركاء حقيقيين كي كرس الرؤية الاقتصادية اللي ما خصاش تنفصل على السيادة السياسية والديبلوماسية وكي يفرمي ساحة البناء علاقات أوثق وتعزيز السلام وزيار المشتركين إذن المغرب ومن أعلى سلطة أعلن على أنه ما غاليش ينخرط في أي خطوة اقتصادية ما كتغطيش جميع الأراضي دياله بما في ذلك الصحراء المغربية وهذا ره موقف حازم للرباط كي يقول ما كانش تنازل على الوحدة ديال الأراضي والسيادة ديالها الاقتصادية والسياسية أيضا الرباط وعية بشكل جيد أن المحكمة الأوروبية والمفواضية الأوروبية أيضا والاتحاد الأوروبي كي يمارسوا بتوازي سياسة تبدو الأدوار فيما يخص المصاريح الحيوية ديال المملكة لإعادة الروح روح تقابين الطرفين ما يمكنش المعالجة ديال المشكيلة كتهم الطروات القومية المغربية من سماك وفوسفات ومعادين وطاقة بلا إعادة تقييم شامل الشركة اللي كي نداب وهذا تفسر التركيز الاستثنائي للرباط على تعدد الشركة وتعاون التنائي في مجرات متعددة منها تسليح والأمن والطاقة وجهود مكافحة والتحصين من أي مساوامة خصوصا وأن روسيا واليابان ومملكة المتحدة أطراف ما تم بصفقات السترد البحري مع المغرب وبشروط عادلة إذن السؤال شنو هو هو استمدعت الشركة هذه الاستراتيجية مع بالاتحاد الأوروبي والمغرب أمام اختبار الزمن غيكون ملموض الليل القول أن الشركة مع الأوروبيين ما زال تستطر على عقليتهم السلوك الكلونيال الاستعماري حاليا عندها نفس الأهمية القصوى مقارنة بشركة مع دول أخرى كان عندها موقف داعم حقيقي للمصاريح ديال المملكة سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه شوف شنو حدث سابقا مع إسبانيا وألمانيا وفرنسا اللي كانت تتردد في الاعتراف بأحقية المملكة في السيلة ديال على الصحراء فرغم أنها استرددت كثير من الاتفاقية للصيل البحرية المنتهية انخرطت على مستوى البرلمان الأوروبي في تشويش على المصالح ديال ديال المملكة لهذا المغرب يصر بشكل كبير على أن خريطة الطريق المحددة التجنب الأخطاء التي ارتكبت في حق المغرب والصيلة دياله فستنتهي إلى اللقاء